الأسبق الأكتر بقى مش هديني وقفوا الحرب لأنه لأن نتنياهو بينفذ أمر ربنا أمر ربنا دي حرب دينية اقضي على أبناء الظلام دول ريحنا منهم طيب هم أبناء الظلام دول هي في المنطقة دي؟ آه يوحنى اللهوتي قال في آخر الزمان في حرب هتقوم من أبناء النور و أبناء الظلام في حرب مجده أنا أدتهم الخريطة و قلت لهم طلعوها عشان تبعين هار مجده في شمال فلسطين هار مجده أنا فاكر معركة مجده ده كانت معركة بين المصريين وكان اللي وقت حدث مجد الثالث ويوهوزة وقتلوا ويوحزوت مجد الثالث وقتل يوهوزة وعدى غزة ووصل للإراق أهي دكتور أهي أنا مش كده فوق في الشمال فوق في الشمال بس كبرها أحد يقرب لنا جماعة أهي أهي دكتور أهي عندي أيوة أهي بص مجده فين اللي جنب دور دور كده اللي على البحر هي جنبها شوية أهي مجده أهي شايف حضرتك أيوة دي في شمال فلسطين أه تمام في شمال فلسطين في شمال فلسطين قال في معركة الرب هتكون في مجده فإذا لازم دي المعركة الكبرى بقى في الآخر اللي هو قبل المخلص ما هيجي ده يوم الرب بيسموه يوم الرب ده برضو سفر يحن اللهوتي هو اللي قال هذا الكلام طيب هل في سابقة على هذا الكلام وقالت إن في حرب أبناء النور وأبناء الظلام وتم بمجابها تدمير دولة عربية سنة 2003 العراء جورج يوبوشي الإبن أيوة طلع المحور الشر ومعسكر الشر قال من محور الشر العراء وإيران وكوريا الشمالية صح لأ ده عالم محور الشر محور الشر إحنا هنا الحروب دي يعني مثلا بين الخير والشر يعني بين النور والظلام تمام فجورج يوبوشي الإبن اللي هو كان هو اللي بيبسر اللي خد القرر الحرب واحتلال العراق لحظة واحدة مش احتلال العراق انت قام من العراق وتدمير العراق تماما علشان يجي المسيح المخلص ساعتا لأن بداية الألفية الثالثة زي ما قلت لحظاتك المرة اللي فاتت يوم الأربع هي تنام يعني ظهرت بقى فكرة المسيحانية وقرب مجيء المسيح ليه الألفية الثالثة بالذات لأن اليهود حسب حساباتهم بس طبعا دي خاطئة بيقولوا ان هما في الألفية بيعدوا من أول خلق العالم فبيقولوا احنا دلوقتي في نهاية الألف الستة يعني قربنا في الربع الأخير من الألفية الستة فبيقولوا زي ما في الأسبوع سبعة أيام ستة منهم بنشتغل واليوم السبع بنرتاح فقالوا الألفية السبعة هي دي الحكم الألفي وأن الرب هيحكم في الأرض والألف عام السعيدة أن الرب هيينزل والمسيح هيجي اللي هو المسيح أو الرب هينزل ويعمل الحكم الألفي والخلاص فإذا هم قالوا من الممكن أن احنا نعجل مجيئه يعني إزاي نعجل مجيئه أن احنا نقيم الدولة سيما هم أقاموا الدولة ممخالفة للنص ممفروض أن هم ربنا قالهم أمر حتمي أن أنا أخلصكم وأنا اللي هأملكوا الدولة وأنا اللي هعمل قال لكم ممكن نستعجله فإحنا بما ثابت إيه إحنا بما ثابت حمار المسيح اللي جات فين في سفر زكريا نبوء برضو في سفر زكريا تسعة تسعة زكريا ده غير زكريا ليه أبو يحي غير زكريا أبو يحي ده قال إيه ده عصر السبي البابيلي النبي زكريا ده عصر السبي البابيلي وكان بيتنبأ بما جاء الخلاص قالوا أنه ملك عادل جاي راكب على أتان جحش يعني جحش ابن أتان فهما قالوا إحنا الحمار بتاع يعني إحنا وسيلة المواصلات اللي بنصرع للمسيح أنه يأتي ومن هنا من حقنا نحن نسرع ونستعجل وثاني حاجة نحن كل ما نجمع اليهود في إسرائيل شفت ده هنعجل برضو خلاص هي